مرحبا، هذا الفيديو هو الثالث ضمن سلسلة أبو فستوك المخبر اللورد مثل ما لاحظتوا أنا عم بمشي باتجاهين أو على خطين متوازيين عم حاول استكمل رسم شخصية بطلنا الرئيسي رحمون قعر السفينة اللي ملقب أبو فستوك والشخصيات الثانوية اللي هني نحن الأدباء اللي وقعنا عبيانة المجتمع المدني أنا وتاج دي الموسى وعبد القادر عبد اللي وعبد العزيز الموسى وكان في محامي من إدلب صديقنا اسمه ياسر السيد وقع على نفس البيان ولكن في حلب ولذلك نفد من تقارير أبو فستوك ما كتب فيه ولا تقرير ما سمع فيه لأنه أصلا هلأ هون في هذا الفيديو بدي حكي كيف رحمون قعر السفينة صار عضو اتحاد كتاب كانت صدفي غريبة جدا أنا سميت الحرب اللي شن علينا النظام بعد 2001 بعد ما وقعنا هذا البيان بالحرب الباردة أنه نحن ما فيه شحط وضرب وقتل وتنزيل على الدولاب وما بعرف إيش لا بس فيه قلة طعمة كان قلة الزوء من قبلهم أنه بيستدعوك ويقلولك أنه مين اللي لكم وقعوا وين وقعتوا وكام صفحة البيان ومعكم نسخة منه ولا ما معكم ومين هي الدول اللي دعمتكم وأنتوا تنظيم مسلح ولا تنظيم سياسي وقلكن علاءة بإسرائيل وما يكون علاءة بإسرائيل من هذا الكلام اللي بيسميه أحمد رجب الكاتب المصري الشهير كلام فارغ وبيقول أحمد رجب شغلة صريفة جدا في مقدمة الكتاب الكلام نوعان كلام فارغ وكلام مليان كلام فارغ فالصور فعلا هيك وأنا سميت هاي العملية اللي استمرت من 2001 للـ 2011 تمشيط مسقفين شلون يعني تمشيط؟ أنه أنتوا قوات أمن لاحقين مجرم دخل في حارة ضيعك وما بقى تلاقوه فبتروحوا بطوقوا الحارة كلها وبتفتشوا لبيوت بيت بيت لحتى تكمشوا للمجرم هذا اللي صار فينا بدون مبالغة هيك أنه نحنا مثلا منروح على أمن الدولة بيستدعونا بيسألونا نفس الأسئلة تغلية أحمد رجب الكلام الفارغ كلام فارغ منروح مننتهي على أساس خلصنا ما مشوف إلا الأمن السياسي منقل له للأمن السياسي يا أخي أنتوا خدوا معلوماتكم من أمن الدولة بيقول لك لا نحن فرع لحالنا شو دخلون بنرجع لأمن العسكري بنروح لأمن العسكري وبعدين منفكر خلصنا بيرجعوا كل ثلاثة أربعة شهر استدعاء لثلاثة فروع نفسهم ليش خيوعة بتستدعونا في شي جديد لأ نحنا هلأ جايتنا الدراسة من الشام عنكم فمنعيد بقى الدراسة في شي اسمه تحديث تحديث بنرجع بقى لبطننا الرئيسي رحمون قعر السفينة أبو فستوك صار معه في يوم من الأيام شغلة تشبه ضربات الحظ الكبيرة فادته كتير كتير إن شاء الله إنه والده كان موظف في إحدى الدوائر الحكومية في إدلب وبلغ سن التقاعد طلع على المعاش عمل معاملته من إدلب وقالوله خده بقى على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في دمشق فركب بولمان من إدلب وراح الباص بوقف الاستراحة بحمص البولمان بينزل ركاب بيأخذ غيره فالمهم طلع جنبه واحد هيئته كتير مرتبة طأم بقرافة وشعره هيك نصف شايف مبين عليه إلو قيمته بعد ما مشي الباص بشوي إجا أبو رحمون بدي شق معه نغم يعني إنه كيفك يا أخ قال له أهلين قال له بعرفك عن حالي أنا أبو رحمون قعر السفينة من إدلب قال له أهلا وسهلا أنا كافلا ميم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب في الشام هون أبو رحمون شقرة قال له أخ تمام رائع جدا بتعرف إنه أنا اللي عندكم شغلة وما بعرف إذا فينك ساعدني لا تواخذني أنا عبطلوب منك شغلة أول مرة بشوفك قال له لا لا ما هي مشكلة إذا فين يساعدك وين المشكلة أنت يعني كاتب بتكتب عندك مؤلفات قال له لا 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 أنا ما لي علاقة بالكتابة ولا شي بس عندي ابني الكبير رحمون الله يخلي لك ولادك فكتير عنده هوس ووسواس بكتابة الشعر ما بشوفه اللي طول النهار عبيكتب على هالورق وبشق وببيض وبرجع بيكتب وبوقف قدام المرأي وبحكي حاله وبقرى شعر كتير بحب الشعر يا أستاذ قد ما قلتلك وزيادة وعنده هواية تانية إنه بحب يصادق ضباط المخابرات هاي الشغلة التانية أنا بخاف منها بصراحة ليش لأنه هدول ممكن يقولونه اكتب لنا تقارير وهو عنده هيك نفس بحب الأزى فأنا بخاف إذا أولاد بلدنا والله ما حلوي فإذا هو هلأ أنتوا نسبتوا لأتحاد الكتاب صار معكون فممكن هو يترك هاي شغلة الضباط والمخابرات أشو رأيك قال له بسيطة تكرم عينك أنا بساعدك هاي الكارت تبعي اتفضل المكتب في الاتحاد وفي رأم المقسم تبع الاتحاد خلي إذا أبنك بيجي على الشام يتواصل معي بس مو هلأ بعد شيء أسبوع لأنه للثاني أنا آخذ إجازة قال له إيه قال له أنا أشو بحسن ساعده مو بيشوف وضعه قبل أنا أشوف شو كاتب شو مستوى إلى آخر إذا حسنت ساعده والله يبعدك أنه ما أصر بعد ما داوم كافلا ميم في الاتحاد بعد ما خلصت إجازته راح دخل عند حسن أبو شطل اللي هو يعتبر مسؤول أمني في الاتحاد طبعا هاي ما يوظيفة رسمية بس هو إله علاقة مع فروع الأمن هذا الرجل بشكل شخصي يعني وكانوا كل أعضاء المكتب التنفيذي وموظفي الاتحاد بيحسبوا له حساب هو صاير النافذة تبع اتحاد الكتاب على الأمن أو نافذة الأمن على اتحاد الكتاب حسن أبو شطل هذا اجل عنده كافلا ميم وحكاله عن هذا الرجل وقال له أنه أبوع بيقول أنه علاقته بضباط المخابرات كويسة فهون دانيلة حسن أبو شطل شنك ولفوق عضو اتحاد إذا صار عنا وقال له علاقة بالمخابرات هذا أحسن من مئة شاعر بالنسبة له لحسن لأنه نحن عنا شعراء كتير بس ما لهم علاقات يعني في الفروع أو الأمن إلا ما ندر فنحن بحاجة لهذا الشيء لأنه بلادنا ونظامنا مستهدف من قبل الإمبريالية ومن قبل الصهيونية ومن قبل الاستعمار ومن قبل الرجاية لما رجع أبو رحمون من الشام بلغوا لرحمون أنه أنا تعرفت على واحد في البولمان واسمه كافلا ميم وعطاني كرته قال مستعد يساعدك مشان صير عضو اتحاد الكتاب رحمون طقع له من الفرح أخذ الكرت قال له أنا بكرة بروح على الشام قال له طول بالك لا تصير بصلتك محروقة الزلمة أسبوع جازئة لا تدقوا لي لبعد أسبوع قال له بسيطة قعد المسكين يعد الأيام والدقايق والساعات لبينما خلص الأسبوع وراح على الشام طبعا تواصل معه بالتليفون وقال له نزيل اللي عندي على الاتحاد في أوتوستراد المزة راح على أوتوستراد المزة دخل عنده قال له تعا معي أخذوا لعند حسن أبو الشطال وقال له هذا هو رحمون اللي حكيتك من شانه حسن أبو الشطال رحب فيه طبعا بعد ما راح كاف لاميم سكروا حالوا للباب وقعدوا وصار يحكوا بالقضايا الأمنية أكتر من الشعرية لأنه هذا القاسم المشترك بين الاتنين وفهم منه كل شي وقت اللي قال له أنا متعرف جديد على الرئيس فرق الأمن العسكري كيف هذا قال له بس رحتي بقى سلم لي لي وبالنسبة لك كيف نساعدك أشو عندك طبعت شي قال له لأ هون تنسيب رحمون للاتحاد ما كان سهل أبدا لأنه واحد ما عنده كتب فمشكلة عكل حال قال له أنا بكرة بعمل له نجس نبض لأعضاء مكتب التنفيذي الموجودين في الشام يعني في الاتحاد وبعدين بقلك اشتعمل فرحمون بات في الشام لأنت لا يشوفه لأنه صار قلبه على النار تاني يوم اجتمعوا فحكى هذا أنه عنا واحد زميننا بيكتب شعر وشعره كويس طبعا مو قاري له بس يعني بده يحلي الضاعة بس لسه ما طبع عنده مشروع طباعة وشو رأيكم قام في واحد عضو مكتب تنفيذي اسمه تامر قاف قال له يعني هلأ أنت عملنا اجتمع مشان ننسب واحد ما بنعرف مين هو وما بنعرف إنه هو شو بيكتب وما عنده شي مطبوع نشوفه قدامنا يعني ليه شيك عبتعمل فينا قال له طويل بالك نحن عم نحكي عم ندردش اللي عم نقول لك بدنا ننسبه بدون كتب بس يعني أنا حابب هيك حطكم بالصورة طبعا أنتو بتعرفوا أيها الإخوة المتابعون إنه في السورية وقت اللي بيكون الشيء بتعلق بحده اللي علاقة بالأمن بيصير بتعليقات الناس حزرة فكلهم قالوا يا طيب عكل حال يا أستاذ حسن يا رفيق حسن مثل ما أنت بتشوف بس لحتى نشوف شي عملي لما بيكون شغله نظامي ما حدا عنده مشكلة أنت تعرف هذا الشيء فطلع بعدين فضوا الاجتماع لما طلع لأ رحمون رايح جاي في الكوريدور مثل خصيان المغربين قال له بشير قال له تعال معي أخذوا اللي عنده على المكتب قال له شوف هون بالشام ما بقى بشوفك إلا جايب لي معك ديوانين شعر مو مطبوعين بس يكونوا يعني مخطوطات إذا ما جبت معك ديوانين ومخطوطات لا تجي لعندي بتجيبون أهلا وسهلا منساويك عضو اتحاد وحبي تمسك طبعا أبو فستوك مانو سهل فهم شو المطلوب منه واستوعب اللعبة واجع لإدلب وهو مصمم على إنجاز المطلوب بأسرع وقت ممكن حتى يصير عضو في اتحاد الكتاب ونحن رح نستأنف الحديث في هذا الموضوع في الفيديو القادم لكن هون أنا وليل أمانة تاريخية بدي يوضح إنه هاي السردية كلها نحن ما إنا متأكدين منها لو كان أبو فستوك عايش معنا في إدلب ومتابعين تجربته ومواكبينها من البداية كنت بعطيك السردية الصحيحة مية بالمية لكن نحن مضطرين نتبنى هاي السردية متل ما إجيت لأنه هو نزل علينا في إدلب متل ما كانوا جماعة رفعة الأسد في الثمانينات ينزلوا على كليته الطب يصيروا بمية وعشرين علامة إجباري بدون ينسبوه لكليته الطب لأنه هدولي حمات الوطن حمات الدياري نفس الشيء أبو فستوك لما نزلوا علينا كمان نزل لأسباب أمنية يعني مو لأسباب أدبية ولا شعرية لأنه الرجل متل ما أنا لا عنده موهبة ولا عنده مضطيخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا